اشتركوا في القناة جزاكم الله كل خير في البداية نشكر جميعا اليوتيوب الذي فتح لنا هذا المجال لنعبر فيه عن ميولاتنا ومواهبنا الدفينة فمثلا أنا منذ صغري وأنا أحب الصفر والمغامرة والبحث عن أصول الأشياء والأعراق وجمع كل ما هو قديم وأتري من طوابع ونقود وجمع الأفلام القديمة وتسجيلها في سجل مع كتابة تاريخ إنتاجها ومخرجها وممثلها وكتابة حياة الفنانين المشهورين خصوصا العرب بالإضافة إلى موهبة الرسم والغناء وكتابة القصص والتقليد بالإضافة إلى مواهب أخرى طفولتي كلها قديتها في دار الشباب والمشاركة في المسرح المدرسي لذا من خلال هذا التنوع في المواهب اخترت اسم قناتي بانوراما ومن خلال الصور الأولى للفيديو أنا متواجدة الآن على أراضي أكبر قبيلة موجودة في محيط مدينة فاس ألا وهي قبيلة حيينة الغنية عن التعريف المستقرة منذ القديم من طرف قبائل صنهاجة ويؤكد هذه الحقيقة ليون الإفريقي حسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا الذي عرفنا بأولى القبائل التي تمركزت بين واد سبو وواد ورغا شمال فاس حيث يروي أن بلاد حيينة كانت تقطنها قبائل صنهاجة البربرية وقبائل بني ومود التي اختفت ولم يعد لها أثر في شمال نهر إناون وكانت قبائل صنهاجة تمتد في جهة الغرب حتى وزان في الشرق كانت توجد قبائل بربرية أخرى هي قبائل زناتا التي أتت من الشرق في القرن الثاني عشر ميلادي مع بني مارين الذين أسسوا الدولة المارينية والذين استقروا إلى جانب صنهاجة من جهة الشرق حيث توجد قبائل رهيطة وبني ورطانج التول وبني يزغا في البرانت شرق منطقة الحيينة التي كانت تحت سيطرة مملكة فاس وقد أثبتت الدلائل التاريخية أن قبائل الحيينة هم من أصل عربي وأنهم جماعة من الجيش السعدي استقروا بالمنطقة بعد أن استولوا على أراضي صنهاجة ما بين 1510 و 1610 على عهد السلطان السعدي الشيخ بن المنصور الذي أراد أن يحيط مملكة فاس بقبائل عربية مكان القبائل البربرية وخصوصاً صنهاجة الصعبة المراس وقبائل حيينة هي عبارة عن كونفيدرالية تتكون من ثلاثة قبائل هم أولاد عيان في الوسط أولاد رياب في جنوب أولاد أمران في الشمال هناك حكاية يرويها يرويها لازاريث المؤرخ المعروف عن حيينة مثل الأسطورة وهي مثلها مثل ما يشاع داخل القبيلة ويحكيها الناس فالأولى تفيد أن رجلاً كان له ثلاثة أبناء إثنان منهما من زوجة وهم عمران ورياب والثالث هو عليان من زوجة ثانية وكان يمتلك بلاد حيينة كلها ولما توفى قرر الأبناء اقتصام الأراضي بينهم فكان نصيب عمران نواحي واد ورغة ونصيب رياب نواحي واد النون أما عليان نواحي واد لبن أي بينهما وكان هذا التوزيع يهدف إلى وضع الأخ الغير الشقيق في الوسط حتى لا تسوي له نفسه مغادرة أرض الأباء أما الرواية الثانية تفيد أن أرض الحيينة كانت لقبيلة صنهاجة الشمس قبل أن يأتي أولئك من أرض الجزيرة واستقروا بها وقد جاء في كراسة وزعتها جمعية مربيي الخيول بيتيسة بمناسبة المهرجان الثاني للفروسية بيتيسة سنة 1981 ذكر رواية تجمع في الواقع بين الروايتين السابقتين وتفيد أن أهم أولياء الحيينة وهو محمد بالحسن الجاناتي لما توجه إلى الشرق التقى بشخص يدعى حيون أكرم مثواه فدعاه إلى القدوم معه إلى المغرب حيث كانت أرض شاسعة وخصبة تتطلب من يستثمرها فجاء حيون مع أبنائه الثلاث وبقيت القصة شبيهة بالأولى وكتلخيص فإن قبائل الحيينة عبارة عن اتحادية القبائل العربية الأصل تحيط مجالاتها الترابية بمدينة فاز وترجع أصول سكنها إلى جماعة من الجيش السعدي الذين استقروا بالمنطقة إلى جانب قبائل صنهاجة ما بين 1540 و 1610 في عهد الدولة السعدية الذين استقدموهم لتعزيز محيط عاصمة مملكتهم بقبائل عربية التي يتقون في ولائها مكان القبائل الأمازيغية وخصوصا قبائل صنهاجة وتضم اتحادية قبائل حيينة ثلاثة قبائل هي أولاد رياب أولاد عمران أولاد عليان وفيما يتعلق بموقعها الجغرافي فالحيينة من القبائل العربية الواقعة بأحواز فاز والتابعة إداريا لجهة تازة الحسيمة تونات ولها حدود مع عدة قبائل نظراً لشساعة مجالاتها الترابية وتحدها شرقاً قبيلة غياتا وقبيلة أتسول وقبيلة البرانس وشمالاً قبيلة صنهاجة مصباح وقبيلة مزيات وقبيلة مغراوة وقبيلة الجاية وغرباً قبيلة سلاس وقبيلة شراغة وقبيلة ولد جامة وقبيلة ولد الحاج الواد وجنوباً قبيلة أيد سادن وقبيلة أيد صغروشن وقبيلة بن ورين وفي أراضيها الجنوبية يقع سد إدريس الأول المقام على واد سبو وتضم قبيلة حيينة بلدات منها عين عيشة باب تازة عدالة عين كتارة بوبياد الحرارشة عين بوع روس شراغة دوار رميلة دوار الكران أوكولة عين بو شلاح كيسة بلعجيطة عين بو علال جبل كود دوار عبد الجليل دوار الخنادرة بن حمر دوار القائد الباشير تسول دوار الحاج علي ودوار القليعة وكوشتة ومن بوطن قبيلة الحيينة ولاد دحو الحرارشة ولاد مولاي عمار ولاد جانة ولاد عزوز ولاد ملوة ولاد تورية ولاد عياد الحيينة والعتامنة ولاد لهم وأتمنى في هذا الفيديو أن أكون قد قدمت توضيحا عن قبيلة حيينة وأستسمح إذ نسيت أي بلدة وإذا كنتم من هذه القبيلة لا تنسوا أن تكتبوا تعليقا جميلا إخواني الحيينيين والمغاربة عامة وتكونوا خذتوا واحد الفائدة على هذه الأرض الجميلة وعلى الأصول ديالها العربية وهذه هي حيينة بلد جميل ولا تنسوا البصمة يا أصدقاء وشكرا لكم جزيلا إلى التعريف بقبيلة أخرى إلى اللقاء